ألم يجدك يتيما فآوى عادة امتدت لعشرات السنين في قرى وبلدات محافظة القطيف وفي ليالي شهر رمضان يفتح الكثير من أصحاب البيوت مجالسهم لقراءة القرآن الكريم ويقرأ في كل ليلة جزء من القرآن حتى يختم في آخر الشهر المبارك يشارك الكبير والصغير في قراءة ما تيسر من الذكر الحكيم متنقلين بين المجالس ابتغاء الثواب والأجل بالنسبة إلى مجلسنا هو حسب شهادة بعض كبار السن في البلدة امتد لأكثر من 75 سنة طبعاً احنا ورثناه عن الوالد رحمه الله اللي هو عن جدء أيضاً اللي يجي يقرأ تحسن التلاوت تحسن كثير منه أكيد أكيد خاصة لما يكون فيه واحد حافظ القرآن ويحصحح إلك فتكون أنت يعني تكتسب منه هل تتخيل بأن بلدة التوب الصغيرة التي يسكنها قرابة 8000 نسمة فيها أكثر من 40 مجلساً يقرأ فيه القرآن الكريم وهذا واحد من هذه المجالس خلينا نتخيل المجالس يعني موجودة منذ القدم احنا أطفال احنا نتردد على مجالس القرآن وخاصة في شهر رمضان المبارك الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله في خير وسلامة ويعلموا ما استقرها وما استودعها كل فيه كتاب مبين تعلمت القرآن وقلنا 10 سنين 12 سنة وقمت خلاني أبوي أدرس من خلالها نتعلم كيفية النطب الشكل الصحيح كيفية خروج الحروف بالشكل الصحيح نحن الآباء كذلك الأبناء نحرص هذه المجالس في الاستفادة المجالس القرآنية في بلدات القطيف كانت وما زالت بيئة خصبة لتعلم القرآن وحسن تلاوته إضافة إلى ما تحمله من روحانية كبيرة في شهر القرآن محمد الحمادي الإخبارية القطيف